السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام النهاردة هنتابع لليوم الثاني الزغليل الخمسشار زغلولي اللي كانوا معنا مبارح نشوف النهاردة بداية من أصغر زغلولي اللي هو كان فائس اللي أشقول لنا مبارح أنه هو عمر يوم بسم الله ما شاء الله أصغر زغلول معنا لحد أكبر زغلول اللي هو مش عاجبني دلوقتي نشايف إن ريش الجناح كده زي ما حضراتكم شايفين نحاول نقاطي كلسم في كزا طريقة للكلسم هنشوف مع بعض ومعنا الدبل الزغليل اللي ما لبستش الدبل اللي ينفع تلبس الدبل نلبسها الدبل دي المتابعة اليومية ونشوف برضو الزغلول اللي مش واكل نؤكله وهنأتي لليوم الثاني الفلاجل طيب هنبدأ النهاردة نأتيهم الفلاجل لإن هما خدهم يوم واحد هنأتي اليوم الثاني هنأتي لليوم الثاني اللي هو أمرزولي اللي هو معنا اللي أعتنا منهم بارح بسرعة كده نأتي الزغليل كلها أنا بعطي للكبير سنتي والزغير نص سنتي تقريبا يا جماعة كده يعني ما تخافش ومش هيضر في حاجة علشان نأتي بسرعة للمجموعة كلها ما تخافش الموضوع مش هيعطى لك كتير لكن مهم جدا موضوع الفلاجل للزغليل ده كده خلصنا الخمسشر زعلول الفلاجل فاضل تلاتة اللي ما اعتناهوش مبارح عشان كان لسه صغير يعني ممكن نأتيه النهاردة لك انا قلت قبل كده ان افضل عمر افضل عمر للفلاجل او عمر زول اللي هو الثامن والتاسع والعاشر لكن انا عشان نعطي الكمية تمشي مع بعضها انا عملت كده طيب كده خلصنا الفلاجل طيب نشوف بقى ايه اللي فيهم الزغليل اللي لو فيهم زغليل جعانة نأكلها انا بنعمل كده مرة كل يوم حد يقول ليه انت بتأكلهم السؤال اللي جاني ما تسيبهم لأهاليهم طيب احنا بنساعد يا جماعة علشان نتابع اهو كيس الحليب اللي هو مسحوق الحليب ده هناك الكمية للزغليل اللي هي الزغليل اللي با اللي لسه من عمر يوم حتى عمر اسبوع هنأتهم من ده بعد ما قلبنا اضافنا عليه المية المسحوق شوف الزغليل عشان هي تعودة بتستنى الاكل شوف حضرتك باستنى ان انا اكله اهو ممكن بالسرنجة وممكن باضافة الخرطوم ده يعني انا بعرف اعمل بدي وبعرف اعمل بدي لكن حضرتك شوف الطريقة اللي انت تعمل بيها اعمل بيها استبعد اللي عملناه ده اللي هو اصغر واحد اهو شوف ما شاء الله احنا بنوش طبعا بنعمل كله بنشوف اللي محتاج بس لكن ده محتاج مية شوف يا جماعة ده جامد فيه الاكل ازاي نحن نديه مية احنا بنشوف نتابع ازاي اللي اللي محتاج حاجة بنعطهله بس ما بنعطيش اه كله زي بعضه اللي محتاج حاجة فقط بس ده فعلي النقطة دي هو شبعان ده نعطيه طبعا هنرجع الزغليل لأهليها يا جماعة عشان محد بيسأل السؤال ده احنا مش بنشيلهم من اهليهم لكن احنا بنتابعهم مرة كل يوم ماينفعش تسيبهم كده تلاقي زغلول ضعيف ده واكل درة اهليهم اكلين وخشن وهو لسه المفروض يكون لبا فاحنا بنساعد برضو هنعطيه من الحليب بتاعنا ده او فيه ميكسات اللي هي الميكسات الغالية لكن احنا ده ارخص حاجة ممكن تتعمل بيها اهو ده برضو زغلول فيه حصلته فيها درة جامد هنديله سيرنجة من ده وهو ما شاء الله تمام كده طيب يبقى دي الزغليل الزغيرة اللي محتاجة اللي بلكن الزغليل الكبيرة بنعطيها المسحوق بتاعنا اللي هو طحين الحبوب طيب انا مجهزه الطحين اهو هنقلبه بس كده ونبدأ نعطي اللي هو الجعان فيهم بس فقط ده السيرنجة الكبيرة دي هو بقية زغطة حضرتك تعرف تزغط بيها جيب الزغليل اللي جعانة بس او اللي مش واكلة كويس ده نقول الزغلول كبير شوية طبعا الزغير لا الزغير احنا عطناها اللي هو الحليب هون ساعد بس كده يا جماعة نديله تزويدة تمام كده نقلبها في كل مرة ونسحب منها ونأتي للي محتاج ان شاء الله ده ممكن كمان ياخد من ده وعلى فكرة الطحين بتاعنا او الخليط المسحوق اللي احنا مسحوق الحبوب يعني هو ينفع للأعمار الزغيرة لك ان انا بفضل اعطيهم حليب علشان ده اكبر زغلول يا جماعة علشان هو يستفاد الحليب افيد لهم من اي شيء في الوقت ده زي ايه حليب الام اللي احنا دايما ليه هو تسمى اللبا تسمى الزغليل اللبا من ده زغلول كبير من اللبن فعشان كده سموه اللبا طيب كده خلصنا وكلهم كلهم الحمد لله وشبعهم يبقى نشوف الزغلول اللي هو انا قلت ريشو ده مش عاجبني اللي هو ريشو مش عاجبني ده اعطيه دي كان البيت ناشر انا معايا دي كان البيت ناشر اهو اعطيه منه سنتي ولاشوف اي زغلول تاني زيه اعطيه برضو سنتي طبعا اللي قول رجل ازازة هو ده مش محتاج رجل ازازة الفلاجل اللي محتاج تترج اعطيه سنتي للزغلول ده وفي زغلول تاني برضو حاس ان هو لسه يعني برضو ريشو كده اعطيه سنتي وده كمان الزغلول اللي هي في مرحلة الريش هنا اعطيها كلها اللي هي بدأ في ايه الريش يبقى فيها كده بدأ التريش اعطيه بقوله ايه مرحلة التدبيس بقوله زغلول بطش يا جماعة اوه انا بنكلمكم بلغة يعني ايه مربين الفراخ مش مربين الحمام علشان المبتدئين تمام كده خلصنا ايه موضوعه النهاردة لكن لسه فيه نشوف ايه الدبل قبل ما انسه كنت انسه الدبل نشوف الزغلول اللي مش لابس دبلة نلبسه دبلة دول اللي لابسين اه ده قبل ما رجله تكبر ما انتش عارف ادخله الدبلة هو ده الحجم اللي ينفع ادخل فيها الدبلة اهو ندخل كده طبعا هو يفضل الصابع اللي برا ده نعديها منه كده ونشد كده نحاول هنشدها الصابع ده ايه ممكن تجدخل الالم كده سن الالم وتشد الصابع ده زي ما انا عملت كده خلاص لبس الدبلة ونقول له مبروك نشوف التاني في حاجة تاني اه في ده كمان الزغلول ده كمان ملبس دبلة نلبسه الدبلة ونبركله على الدبلة نفرد الصابع الثلاث صابع اللي قدام دول نفردهم ونعدي الدبلة يتفضل تحت الدبلة الصبع الاخير ده نشده بسن الالم كده تمام مبروك يا سيدي لسه فيه ده نسيبه البكرة نسيبه البكرة كفاية عشان ما تقعش منه الدبلة اللي بقى لسه معنا تلاتة من غير دبل كده نكون خلصنا موضوعه النهاردة استنونا بكرة نتابع الخمساشر زغلول دول ونشوف وصلنا فيهم لايه اه لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته